الدكتور علي عايزين في البداية كده نتكلم عن برنامج قادة المناخ تمام قولونا على تفاصيل هذا البرنامج والهدف منه طيب تمام صباح الخير على حضراتكم أولا خلينا نقول في البداية أن الهدف الرئيسي من برنامج قادة المناخ هو دعم وتمكين الشباب المصري في مجالات البيئة المختلفة زي مجال البيئة، الاقتصاد الأخضر، الاستدامة، التغيرات المناخية طيب إحنا زي بنعمل ده خلينا أخذ حضراتكم كده في رحلة بسيطة مع برنامج قادة المناخ البرنامج ده تم إطلاقه في سنة 2022 وهو السنة اللي صدفت فيها مصر كوب 27 في شرم الشيخ البرنامج ده بيمر بمراحل بسيطة الفكرة فيه في التقديم أنه هو يكون فريق والفريده بيكون في قادة المناخ في النسخة الأولى كان متاحل تقديم في ثلاث محاول محور المجموعات الطلبية ومحور اللي قدم فيها 51 مجموعات طلبية ومحور الأفكار المبتقرة والحديثة واللي قدم فيها 109 فكرة ومحور الشركات النشأة اللي قدم فيها أكتر من 50 شركة بيكون البداية عن طريق التقديم الإلكتروني وبعد كده بيعدوا مراحل من العرض والتقديم قدام فريق عمل برنامج علشان نقدر أن نحن نحدد الأفكار اللي هتمر معنا في مرحلة التدريب والتطوير مرحلة التدريب والتطوير اللي بيكون فيها حاجات مفيدة جدا بداية من التدريبات في المهارات الشخصية وتدريبات تقنية وورش عمل كتير جدا وورش العمل اللي هي نوع من أنواع الحوار المجتمعين اللي بنحاول أن نحن نوفر فيها الزخم والتشبيك ما بين الشباب وصنع القرار والفعالين الرئاسيين علشان نخرج بتوصيات للسادة المسؤولين بعد كده بنمر لمرحلة التصفيات النصف نائية والمرحلة النهائية اللي بنقدر أن نحدد فيها الفائزين في البرنامج ترجمة نانسي قنقر